تابعنا مع بعض جوالات جوى جامعتنا التكنولوجية خلينا نقترب أكتر من الخطط والمناهج والبرامج التعليمية جوى الجامعات دي بينضمننا عبر تطبيق زوم الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لسندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء صباح الخير على حضرتك أهلا وسهلا بك يا دكتور صباح الخير يا خدم أهلا وسهلا بحضرتك خطط ومسارات تعليمية اتحطت ومناهج جوى الجامعات التكنولوجية إزاي كل ده حصل في الوقت الأوليل ده بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير على حضرتك صباح الخير على السلام مشاهدين جميعا والله هو يعني يعني خليني أرجع بالذكرة من سنة 2017 لما كانت فيه خطة في وزارة التعليم العالي علشان تطوير قطاع التعليم الفني بالتحديد يعني خطاع التعليم الفتاني في الوزارة كان موجود فيه المعاهد الفنية فقط ولا يوجد أكثر من كده عبارة عن معاهد السنتين فقط كان فتحضت خطة طموحة احنا كنا بنفكر فيها ونحنن بيها نحن بي عندنا ما يسمى بالجامعة التكنولوجية وأنا متذكر في ذلك الوقت معاني الوزير التعليم العالي في ذلك الوقت كان عرض على الرئيس السيسي وإحنا ما كناش كلنا مصدقين أن تم التصديق على تنفيذ أول ثلاث جامعات تكنولوجية اللي هما بدأوا بالدراسة بفعل من 2019 في قاهرة الجديدة وبني سويف والدلتا وكان حلم بدأنا نشعر به وبدأنا نحس أنه بدأ يتحقق على عرض الواقع بالفعل الحلم دوت مش مجرد بس البنية التحتية والبرامج لا ده كان فيه عندنا حاجات تشريعية كتير جدا كان فيه عندنا تدريب كتير جدا كان فيه عندنا أمور كتير جدا يعني يطول شرحها في الوقت لكن التلاث جامعات بدأوا بالفعل وبدأت قاتلة ما يسمى بالتعليم التكنولوجي في مصر تمشي وتمشي وتمر معها بعد كده أكتر من ستبع جامعات أخرى حتى نصل الآن إلى عدد عشر جامعات تكنولوجية في الفترة من 2019 حتى 2022 وأعتقد أن ده رقم قياسة للمسلوق أن نحن نستطيع أن تنشئ الدولة المصرية عشر جامعات تكنولوجية تطور بها التعليم التكنولوجي الموجود وتعمل ربط ما بين التعليم التكنولوجي الموجود في التعليم العالي والتعليم الفني القبل الجميع الموجود في التربية والتعليم التعليم الفني فإحنا أعتقد أننا كده بنمشي وبندي مصار جديد لطلابنا اللي موجودين في التعليم الفني واللي بيصل عددهم أكثر من 2 مليون ونص طالب على مدار السنوات الماضية فإحنا عندنا 750 ألف خليج سنويا من هذا النوع من التعليم من التربية والتعليم فطبعا كان لابد من وجود مصارات أخرى للتعليم غير التعليم التقليدي اللي موجود في جماعاتنا مصرية واللي هي أصلا متكدسة كمان بأعداد كبيرة جدا من الطلاب فيه تخصصات قد دا يحتاجها سوء العمل في الفترة الحالية عظيم بما أنها دكتور أحمد هدفنا في نهاية هو خدمة الصناعة فهل من ضمن البرامج الدراسية والأقسام الموجودة في هذه الكليات ما يخدم صناعات محلية في مناطق جغرافية بعينها؟ حدثتك الجامعات التكنولوجية العشرة كلهم موجودين في قلب مناطق الصناعية موجودين بالقرب مناطق الصناعية والبرامج الموجودة في هذه الجامعات ليست كلها كبعضها لأننا عندنا كل منطقة صناعية تمتاز ببعض الصناعات تختلف عن منطقة أخرى فإحنا عندنا في مناطق صناعية بمعنى أنها تحتمتها بصناعة الإلكترونيات وصناعة الأجهزة الكهربائية عندنا مناطق صناعية أخرى محتاجة للغز والنسيق عندنا صناعة السكك الحددية عندنا الجرارات الزراعية عندنا التصنيع الغذائي عندنا كمان قطاع آخر مهم جدا هو القطاع الصحي عندنا فيه بربرامج خاصة بتركيبات الأسنان عندنا بربرامج خاصة بإدارة الملفات الطبية دي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده يعني إحنا كل البرامج اللي عاملينها عندنا فهم شرطين اتنين الشرط الأولاني أن يكون السوق العمل محتاج البرنامج ده وبيساعدنا في إعداد هذا البرنامج من البداية النمر اتنين أن يكون البرنامج ده إلى حد جميل جدا ومنطقة الصناعية لم يكون فيها الكامعة علشان كده نقدر بعد كده نقدر نحن نوفر فرص التدريب للطلاب والتي يصبر بعدها بعد كده أن يكون في رأس توظيف إن شاء الله بعد ما يتخرج أكيد دكتور إحنا شايفين شراكات دولية اتعاملت كتير مختلفة مع العديد من الدول والعديد من الأنظمة أو البروغرام من الجامعات الأخرى التكنولوجية غيرنا أنا عايزة أعرف إحنا معانا كام شراكة بالتقريب حضرتك شايف أهميتها إزاي أبرزها ممكن تكون إيه خلينا أقول لحضرك حاجة إن الشراكات الدولية إحنا بنجيبها علشان تدعم التجربة وإحنا المبناء من الشراكات الدولية بنكش في مفاوضات كبيرة جدا مع كثير من التوارحات الآن إحنا عندنا أكتر من دولة تكلمنا معها تكلمنا مع الصين تكلمنا مع الهند تكلمنا مع اليوكي تكلمنا مع اليوئيس عشان ننظر نوجد شراكات دولية مع هذه الجامعات الشراكة الدولية اللي موجودة معانا وكانت تجربة مسبلة جدا حتى الشريك الأجدامي نفسه يعني فخور بهذه التجربة هي الشراكة اللي موجودة مع دولة كوريا الكنوبية في جامعة البنسيوح التكنولوجية لأنهم كانوا موجودين معانا في رون دي وان وكان اختيارهم هذا الموقع لقربهم من المصانع الخاصة بيهم فإحنا عندنا الشراكة الدولية تدعم معانا في عمل المقرات أطو الانترنشنل ستاندرد تدريب الناس اللي موجودين في الجامعة على التدريب وعلى الفنيين على المعامل وبرش فطبعا الشراكة الدولية بتدعم هذا الكلام قبل ما نطلع الفصل أعتقد كان في أحد الزملاء في الريبروتاج بيقول إن احنا خذنا كمان الاعتماد وتم اعتماد البرامج الموجودة في جامعة البنسيوح التكنولوجية البرنامج الميكاتروليكس وبرنامج التكنولوجيا المعلومات من الكوريين وده أمر كويس جدا بيبنح للطالب عندنا لكون عنده الشهادة المعتمدة لما يقدر كمان يسافر برة تديره بعد دولي فيه ثقره للشهادة ويقدر إنه هو برضو من خلال هذه الشهادة إنه هو يقدر يشتغل في الدول الأوروبية أو المنطقة الخليج أو الدول المحيطة في مصر كلها فطبعا وجود شريك الدولي ده أمر مهم جدا احنا الشراكات الدولية ديت لها قواعد ولها شروط ولكن إحنا زي ما قلت حضرت كده ماتحين الباب مع كل الدول الأوروبية علشان نقدر نجد شراكة قوية مع الجماعات التكنولوجية بالفترة إن شاء الله عظيم دكتور أحمد إحنا عندنا خطة للتوسع خطة جغرافية بحيث إن إحنا نشمل كل حد موجود في مصر بحيث إن الجماعات تكون موجودة في كل المحافظات المصرية إحنا كان عندنا خط للتوسع عشان نوصل لعشر جماعات تكنولوجية وبالفعل وصل لعشر جماعات تكنولوجية مغطية مصر كلها يعني إحنا ما نجي نبص على خارج الجماعات التكنولوجية هي مش متركزة في منطقة واحدة هي موجودة في الساحل الشماني في منطقة برج العرب موجودة في القاهرة في أكتوبر وقاهرة جديدة موجودة في شرق برسعيد من أول مرة يبقى موجودة شرق برسعيد فيها كم الجماعات الموجودة جماعة تكنولوجية والجماعة برسعيد الأهلية موجودة في صعيد مصر وده مهم جدا في لقصر وفي عندنا في أسيوت وفي عندنا بريسويف إحنا الجماعات التكنولوجية موجودة في جامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة السمنون يعني إحنا الجماعات التكنولوجية الخريطة التي اتوزعت بشكل كبير جدا ما هو قادم إن شاء الله بيعتمد على مدى نجحنا في هذه العشر الجماعات التكنولوجية لو ربنا يصل الأحوال ومشي تلقوم بشكل كويس وإزادت الثقة ما بين أطراف المجتمع والمستثمرين والصناع مع القائمين على العمل في هذه الأداء الجماعات التكنولوجية أعتقد إن ده سيكون طريق كبير جدا 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 للخريجين للتحاق الوظائق صواء على مستوى المصر أو على مستوى المصر كل شكرا لك الدكتور أمين الحيوي الأمين العام لسندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء